فقرتنا الأخيرة لرعاية المواهب واصقنا من خلال مشاريع وجهود تثمر يوم بعد يوم مشروع بكرة لنا هو مشروع مهم للأطفال ورعايتهم رح نحكي أكتر عن هذا المشروع مع الفنان الرسامي السيدة نجلاء الداي قسم اتصالات بصرية للرسم في مشروع بكرة لنا يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم جميعا أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك بالبداية خلينا نحكي اليوم قداش مهم أن نركز وخاصة لأطفالنا يلي هنن جي للمستقبلنا نركز بالرسم نركز بالفن ما رأيت ظروف كتير صعبة علينا لازم يفرغوا الطاقة ولكن بموهبة محددة واكتشاف المواهب خلينا نحكي عن هناط هلا لكل طفل عنده موهبة معينة ومشان ينمي هالموهبة لازم يطورها طبعا الطفل هو في شغف شواته هو اللي بيكتشف من هو والصغير شو بيحب في أطفال مثلا بتحب الموسيقى في أطفال بتحب الرسم في أطفال بتحب التمثيل فحسب كل طفل ممكن ننمي له موهبته من هالموهبة هي الرسم طي خلينا نحكي عن مشروع بكرة لنا بشكل عام هو لرعاية مواهب الأطفال واستثمارها بشكل صحيح في ظل كمان هلأ الوضع نوعا ما اللي عام نعيشه خلينا نحكي عنه أكثر هلأ هو مشروع بينمي مواهب الأطفال هو تابع لنادي المحافظة طبعا هو مشروع بيهتم لكذا موهب مواهب الأطفال منه التمثيل منه الموسيقى منه الرسم والإعلام والإعلام أكيد في أي حدا ممكن ينتسب للنادي أكيد وطبعا مجاني نعم خلينا نحكي محضرين شي هون ايه طبعا هلأ أنا خلينا نشوف هلأ ممكن أنا أرسم قدامكم رسمة بسيطة أوكي بس فينا نعرف كيف بيتم التدريب إذا حدا حابب يرسم وما بيعرف يرسم كيف نحنا نبدأ هلأ أنا هلأ أحكي لكم عام حالي بالأول هلأ أنا بالأصل بحب الرسم أنا وصغيرة وأنا خريجة تهندسة العمارية فحرجيكم نكامنا موازج من رسوم الأطفال تلهاي ها تمام هادول الرسمات الأطفال أدي عمارهم تقريبا؟ هي رسمات يقالي أنا للأطفال أنا أرسم لك أطول الأطفال هلأ ممكن الطفل أي مادة بالمنزل يستخدمها مثل ماش أنا هون أصق ماش حاضطه كرتون كولاج ملفتين للطفل هاي ممكن أي شي بالمادة عنده الطفل ها مش عم يتضحك وهلأ كلهم مرعبين مرعبين الكارتونز دبع الأولاد هلأ أنا هاي عملتها بالقماش طبعا هيشغلك لقصة آه كثير حلوة هده الشغلات نحن نتعلمها بالمادي هاي شغلي بالألوان الأكريليك ألوان مائية طيب كيف فينا ننمي مواهب الطفل بخصوص هيك لوحات يعني أنا مثلا بالبيت عندي موهبة رسم صغيرة لطفل صغير لا أقدر أنا فعلا نمي ليها بطريقة صحيحة ومثل ما قلت لك الوقت غالبا بالبيت عم يكون يعني قليل الاشتراك بالنواد بسبب بعض ظروف اللي عم نعيشه حاليا ممكن الطفل هو يجرب لحاله ممكن الاستعانة مدرس ممكن حتى أنا لا أقدر ساعده بالبيت ممكن يعمل شغلات هلا الطفل لازم كمان يتعلم شغلات الأساسية يالي هي؟ في كتير شغلات أساسية فيه شغلات أساسية بالتكوين بالكتل بالمواد حتى مثلا بألوان المائية هي عندك ألوان مائية بدو يتعلم الطفل كيف يستخدمها كان فيه شغلة المي مبريم هلا خيدة فيكي اي انا كد حاطتها هون اه بدنا مي والله لأ ليكا 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 عندك صح لا بس بدنا مياه بعد اسمح يلا بدنا مياه شبعة بزيبت هلا ممكن نرسم بألوان الخشاب ما فيه مشكلة خلاص هي ألوان خشاب ما فيه مشكلة طيب يلا خلينا نبدلش بالكتلة مثلا اذا بدأ يرسم مثلا اذا بدأ يرسم مثلا اذا بدأ نرسم بنغطة صغيرة حملة بالو اه تمام نبدلش بكتلة الدائرة طبعا هنرسم شغلة بسيطة للوقت اه اوك هاي راسة للبنت ممكن نرسم مسلس مثلا فسطانة هاي شغلات اساسية ممكن نتعلم الطفل بعدين ننتقل نجلس خلينا هيك نقل بس شوي ايه بعدين ننتقل للشغلات التفاصيل اوك التفاصيل ممكن نحط لها شعر هي قريبة هي قريبة على الراسمتها تقريبة ايه ممكن نحط لها عيون اه خدود اوك وهي ممكن مراحل بسيطة يعني الطفل لانه صعب اوشي يعرف يرسم او يمسكوا القلم هويك اسهل مهم عجلت شو سهلة داش في طرق سهلة انك ترسميه وتعلميه للولاد طبعا هلا عجلت بتذكر كيف كده نقعد نرسم كتير اكيد ممكن نحط لها هون بثلت شعر مثلا اوه في تفاصيل وكم اننا نسكهم هون اكيد لو ممكن نحط وردة ممكن نرسم مثلا منظر بعيد مثلا بيت هاي رسولنا الاطفال عم نول اكيد ممكن نرسم بيت عليه جملون شمس مثلا هون مثلا شمس وبعدين ننتقل للتفاصيل الصغيرة نضبط شعراتها للبنت مثلا طيب ممكن هاي الرسم اللي طلعت معنا ها ها وما بتاخد وقت ايكشة حلوة ومهضومة وفيها تفاصيل ايه تمام خلينا نحكي عن نقطة لكل ولد حابب يتعلم للرسم عنده موهبة ولكن فيه انواع كتير للرسم اتيت وللمواهب ايضا خلينا نحكي اليوم نحنا بالبنادي المحافظة تمام كيف منبلش مع الاطفال كيف منكتشف انه لأ انت بيتجاه غير هذا الاتجاه صراحة هو الطفل اللي بيكتشف حاله بالأول انه هي الموهبة مثل ما تقوله ربانية تنبع من جو القلب فهو الطفل بيكون عنده رغبة او عنده ميول للرسم بشكل عام نعم يعني بس خلينا نحكي على نقطة انه اليوم كتير عمان نشوف الموبايلات دائما بالايد للأسف الشديد حتى الرسم صار من خلال الموبايلات او الكمبيوتر خلينا نحكي انه الطفل تعلم مثلا فيه فيديوهات لتعليم الرسم عن ممكن يتعلم فيها ما غلط بس انه الطفل الليل نهاره ملعب عن موبايل هذا بيأثر على عيونه صح وعلى حتى على الزكاء ما فيه اسمه رسم على الموبايل ما فيه احلى من الورقة والألم صحيح فيه كميوتر طبعا اذا ما تعلم عن الورقة والألم ما بيتعلم طيب خلينا نبلش نلون طبعا طريقة هي اللي يبلش الولد من الأول طبعا الوان المائية بديك تحطيه الماء بالأول اه اه فيه كرتون مجدود فيه كرتون انتي بديك تشدي بحطي له شوية ماء وبتشدي ما فيه مشكلة انا بحب لوان كينا موهب عم جدت له هلا بحب لوان يعني بس انا ابسط شيء للأطفال اه هلا فيكتر الوان انا بلش بحبه هيك اه يعني انا بلما اقول انه قبل خمس ست سنين بلش يمسكوا الورقة والألم ويقدر يرسل الوان خشب ممكن افضل ابي اه بعدين التقنيات شوية شوية بتطور بس حتى ريشة بتحسي في الولاد عندهم غرام فيها بتلاقيهم بأكيد طيب خلينا نحكي من اي عمر فيه الولد يمسك الألم والدفتر الرسل من عمر السنة من عمر السنة شخبر يعني تلاقي احيانا الشخابير الى معنى انا بنتي بتشخبر عوشة بالألم عمر السنة وثلاثة شهور عوشة بترسل ممكن شوية نظفها للفرشاي ما فيه مشكلة وصريع ما بتاخد وقتنا يعني اسهل الماء تلوينه من الخشبين هلا انا بصراحة بعلم الأطفال يستخدموا كذا نوع هي مشان تحديد لانو الطفل بتلاقي عندهم شكل تحديد لك ايه ممكن نرجع نستخدم الوان الخشب بتحديد لان اول شي بتلاقي عندهم صعوبة بالتحديد يعني بيطلعوا خارج الإطار بعدين بيتعلم شوي شوي هلا انا عم برسمها بسرعة بس طبعا الطفل بدو يرسم على مهلو تاكير مشان نخلصه على الوقت بإذن الله تعالى مم هلا هم هم هلق رسمنا الإيدين وعملوا ونو هم 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 والحمر. هلأ البالون. كل حدا هلأ بالبيت وبالصيفية فيه يستعين وفينا نستخدم ما يمكن يوتيوب أو الانترنت ويتعلموا طرق. بس أنا أنا بفضل إنه الطفل يكون في مشاركة مع أطفال جنبه. الأطفال كمان بيتعلموا مع بعض. أو الأهل. يعني حتى الأهل بكونوا شركاء. تنافس. فهذا الشي كمان يعلم الطفل المشاركة. بس دون هاي ظروف يمكن تلاقي الأهل يشتركوا مع بعض بالرسم كمان. مو غلط. خلينا بس نحكي عن نقطة دائماً الولد أول ما يبدأ الشي يلون خاصة أو يرسم. بتقول له تع علمك بيقلك لا أنا بعرف. وبصير هو بده يرسم أو هو بده يلون. مو غلط. بس بتصر الأم أنه هي لا بده تعلمه خطوط صح وخاصة بالتلمين. مو هيك بيلونه هيك بيلونه. طريقة التعلم الصحيحة نتركه مثل ما هو يشخبر ولا لأ لأ لازم نعلمه. هلأ نتركه يشخبر بنفس الوقت نعلمه. يعني ممكن يعني نعلمه بتفاصيل أساسيات. مثلاً الألوان كنت ندمج هذا اللون مع هذا اللون مثلاً بيطلع لون معين. ممكن هو الطبيعة الطليعة الطبيعة هو ينقل من الطبيعة فضله يعني. يمكن مثل ما قلنا الطفل لازم يتم رعايته وتنمية مواهبه وقدراته بشيء. إذا ما اعتنيت فيها ما بتطور. حرم صحيح ما بتطور. نشكرك الفناني الرسامي السيدة نجلاء بداي على وجودك معنا. كنا سعيدين. وإن شاء الله المرات الجاي بنجيب أطفال مع حضرتك بيرسموا سواء على الهواء. شكراً كثير إليك. شكراً لكم. شكراً كثير لوجودك. وإن شاء الله هيك يستفيدوا الولاد وإطار السامين. إن شاء الله هيك لنشجعهم هلأ أنه إنه مواهب ومأي موهبة يعني. صحيح. شكراً كثير لأليك شرفتين.